هنا المدرسة الربانية وهذا فرع التزكية منها وفيه شرح كتاب مدارج السلكين مدارج السلكين شرح كتاب منازل السائرين إلى رب العالمين وصلنا في السير إلى منزلة الاعتصام وسرنا في منزلة الاعتصام إلى الدرجة الثالثة الدرجة الثالثة الاعتصام بالله الاعتصام بالله هو الترقي عن كل موهم والتخلص من كل تردد وهو الاعتصام بالاتصال الحق تكلمنا عن كل هذه المعاني الترقي والتخلص من التردد والاتصال الذي هو بعد الانفصال فحصل الانفصال وأسأل الله أن يتم الاتصال الاتصال يتم بثلاثة أشياء أولا شهود الحق توحيدا بعد الاستخزاء له تعظيما شهود الحق توحيدا وتكلمنا في اللقاء الماضي عن أن قضية التوحيد ليست في أن تعلم وإنما في أن تعمل أن تعلم وتعمل هذه هي القضية قلنا أننا في السير إلى الله وخلي بالكم بقى من درس الليلة إن شاء الله والدرس اللي بعد بإذن الله تعالى لأنه هيبقى فيه حتى للليهم بدأوا معانا وإحنا في الحالقة بعد ربعمية في ناس بدأوا يدخلوا معانا أهلا بيهم اتشرفنا جزاكم الله خيرا سيروا معانا بس النهاردة هنبدأ فعلا سير بس يعني سير داخل السير وهي دي القضية مهمة جدا وخطيرة أنك تعرفها إنك في السير إلى الله المنازل دي إحنا قلنا إحنا خدنا عشر منازل المنازل الأربعة الأساسية لياليقظة والفكرة والبصيرة والعز وبعد كده المحاسبة والتوبة والإنابة وإحنا ماشيين كده لحد ما وصلنا لمنزلة الاعتصام المنازل دي مائة منزلة المنازل بتتداخل في بعضها خلي بالك كنت عايزة أقول بقى إيه في السير إلى الله لابد لك من قوتين قوة علمية وقوة عملية قوة العلمية أن تعلم ما ينفعش نعبد ربنا من غير علم فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله اعلمها باب العلم قبل القول والعمل العلم قبل القول والعمل فلازم قوة علمية يبقى عندك علم والتانية قوة عملية أن تعمل بهذا العلم قضية مش مجرد أنك تعلم تعلم دي نص الطريق النص التاني امشي بقى بالعلم وقالنا لابد أن تتوازن القوتان العلمية والعملية يبقى الإنسان لو إنه عنده علم وما فيش عمل يبقى منافق ولو بيعمل أكتر من اللي بيعلمه هيبتدع هيعمل بدع لازم العلم حاكم يحكم على العمل والعمل يصدق العلم لازم تبقى ماشي كده بعلم وعمل لتنين مع بعض فلذلك قلنا قضية التوحيد مش إنك تدرس كتاب واثنين وثلاثة وتفهم مسألة واثنين وثلاثة وتبقى فاهم الشبهات المسارة والرد عليها كل ده جميل ومهم علم بس لازم جنبه يبين توحيدك في المواقف في مواقف الحياة أنت موحد ولا بتشرك بالله في المواقف قضية أهم حاجة في القضية عشان كده فتني المرة اللي فاتت وعايز أشير إلى إشارة سريعة كده المرة دي سمرات التوحيد لما نتكلم عن توحيد الربوبية توحيد الربوبية قلنا تعريفه ببساطة تعرفه لأولادك وتحفظه وتحفظه لأولادك إن توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعال الله أن الله ينزل المطر وينبت الزر يحيي ويميت يمرض ويشفي يرفع ويضع إن ربنا جل جلاله الرب اللي بيفعل كل شيء ده توحيد الربوبية الرب اللي بيعطي ويمنع يعطي ويسلم يقوي ويضعف سبحانه وتعالى ده توحيد الربوبية توحيد الربوبية ده العظيم جدا جدا اللي هو أثره وسمرته تعلق القلب بالرب لما أبقى أنا عارف إن اللي بيحي ويميت الله اللي بينفع ويضر الله قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله نقولها صح لا ينفع ولا يضر إلا الله لا يعطي ولا يسلم إلا الله اللي هي لو أن الأمة اجتمعتها تعالى أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمع ولن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك توحيد الربوبية ده اللي بيسمر تعلق قلبك بالله اللي قلتلكم دايما تمتحن نفسك بيها التلاتة اللي في الغار ونزلت صخرة سدت باب الغار قالوا إيه قالوا لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله هو ده لما سيدنا النبي صلي عليه لما سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم كان في الغار مع سيدنا أبي بكر وسيدنا أبي بكر قال له لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا قال لا تحزن إن الله معا ما حدش هيقدر يعمل حاجة تاهم إزاي هو ده توحيد الربوية وقلتلك امتحانك إن لما تكون أنت برة وزوجتك تتصل بيك تقول لك الولد سخ مولع حرارة وربعين الله مش في كل مريض مسلم الله معاه في كل مبتلم مسلم الله معاه فيهم ولا تبتلنا يا رب أول حاجة تخطر على بالك هتقول اتصلي بالدكتورة فلانية ادي له المهبط اعملي مش عارف إيه اعملي له كمدات ولا هتقول دي يا واحدة وهكلمك تاني يا رب أنت الشافي لا شافي إلا أنت ولا شفاء إلا شفاءك اشفيه شفاء اللي يغادر زخمة واتكلمها هطي إيدك على رأسه ويقرأ الفتحة ودعي بالدعاء أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات الولد لو يعرف يتكلم قليله ضع يدك على رأسك وقل اللهم وقل بسم الله سبع مرات وأعوذ بالله وقدرته بسم الله ثلاث مرات وأعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات وبعدين وديه له برشامة وديه وعملينه كمدات وديه له إلى آخره يبقى أنا قلت يا رب ده توحيدي الأول وبعدين خدت بالأسباب واضح ما بقولش إنك أنت تقول إيه وإيه تحطي كما ده هتعمل حاجة إحنا هنقول يا رب لا 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 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تداوى وعباد الله تداوى وعباد الله فنتداوى كيش مشكلة بس الأول يا رب هيا دي أن تتعبد باسم الله الأول هنا يدخل بقى توحيد الأسماع والصفة خلينا في موضوعنا يبقى هو لا توحيد الربوبية ثمرت تعلق القلب بالله لن يخرجكم مما أنتم فيه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله يبقى حتى وانا باخد العلاج وانا بدي للولد العلاج اللهم ماشي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا اللهم معجل بالشفاء لكل مريض اللهم ارحم وعافي واعفو عن كل مبتلة وانا بديله العلاج أعرف كده شوف الدعاء ده بتاع سيدنا النبي احفظ وردد واعتقد اللهم أنت الشافي اثنين لا شافي إلا أنت ثلاثة لا شفاء إلا شفاءك يبقى لازم اعتقادك في الثلاثة دول أن الله هو الشافي لا يشفي أحد غيره للدوة ولا العملية ولا الدكتور ولا حد بيشفي اللي بيشفي الله عشان كده قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله فإن أصيب دواء الداء برأ بإذن الله يبقى هنا اشترط للشفاء عدة حاجات نمرة واحد أن يأتي الدواء صوابا وإحنا قلنا وإحنا في زمن عجيب جدا بقى التشخيص دقيق جدا وصحيح جدا يعرفوا يشخصوا المرض كويس جدا بسبب الأجهزة اللي ربنا سخرها لهم الأشيحات والتحاليل وما إلى ذلك لكن لما إيه ويوصفوا العلاج الدكاترة بتوعنا ما بيعرفش يوصفوا صح وده إشكال عندك أنت كمان في حياتك إنك تشخص غلطك ومرضك وعجزك ونقصك وتعترب بعيوبك وما تعرفش تصلح هو ده اللي بيعملوا الدكاترة النهاردة إن بيعرفوا المرض بس ما بيعرفوش على الجو عشان كده الرسول قال هنا صلي عليه صلى الله عليه صلى الله عليه فإن أصيب دواء الداء يعني جاءت دواء صوابا براءة بإذن الله يبقى لازم كمان إيه أن يأذن الله في الشفاء يبقى حتى لو ممكن يجي الدواء صواب ويموت ويتضاعف المرض أن يأذن الله بشفاء اللهم أأذن بشفاء كل ما يريد ده توحيد الربوبية من اتنين توحيد الإلهية توحيد الإلهية ده توحيد مهم جدا ودايما نقول في منهجنا أن توحيد الربوبية لم ينكره أحد ما حاج يقول ما فيش رب حاج يقول أنا اللي برزق ولا أنا اللي بمرض ولا أنا اللي بشفي اللي بيشفي ويمرض ويعطي ويمنع ويميت ويحيي الله الله جل جل قل لا إله إلا الله ده توحيد الربوبية وأثره تعلق القلب بالرب لما بأنا مزنوق في إرشين والدنيا مش متزبطة وخايف من الفقر أبقى على يقين أن الرزاق هو الله ده توحيد الربوبية أنا عارف يقينا أن ربنا هيفرجها منين أنا مش عارف بس عارف أنه هيفرجها وأبقى على يقين أنه ما يقدرش على كده إلا الله مش مسألة فلان ولا علان ولا شغلان الفنانية ولا كده يرزق من يشاء بغير حساب ومن يتقل لها يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب اللهم ارزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب فدي الأولانية التانية توحيد الإلهية توحيد الإلهية بقى اللوة مقتضى توحيد الربوبي أدم آمنت اللي هو خلق وهو اللي بيرزق وهو اللي بيعطي ويمنع يبقى يستحق أن أنت تعبده توحيد الربوبي توحيد الله بأفعال الله توحيد الإلهية توحيد الله بأفعال العبد العبادة بأفعال العبادة إنك تعبد ربنا بأه طالما أنه هو اللي خلق وهو اللي أحيه وهو اللي رزق وهو اللي أعطى يبقى لا يسجد إلا له ولا يطلب في الحاجات ولا يقصد إلا هو أفعال العبادة بأه السجود والدعاء والنزر والخضوع والقنوط والحب والتوكل واليقين والرضا والإنابة والإخبات والقشة كل معاني القلبية والبدنية لا يصلى إلا له ولا يزكى إلا من أجله ولا يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى سبحانه وتعالى أفعال العبادة دي اسمها توحيد الإلهية وسامر التوحيد الإلهية محبة الله للعبد وقرب العبد من الرب اتكلمنا عنها قرأي بالنقطة دي قلنا إحنا بنعبد ربنا ليه عبادتنا ما بتنفعش ربنا ولا ربنا محتاجة لأ بنعبد ربنا لأن إحنا محتاجين العبادة يعني إنت محتاج تسجد وتصلي أكتر من احتياجك للأكل والشرب وللهوا اللي بتتنفسه إن قلبك وروحك محتاج إنك تعبد ربنا أكتر من حاجة نفسك جسمك ده للروح صلت الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا جماعة الإنسان مخلوق من حفنة تراب ونفخة روح حفنة التراب هدى الجسد ونفخة الروح كل الروح من أمر ربي لا نعلم سر هذه الروح لذلك قال رسول الله خلي بالك من المثال اللطيب ده تنكح المرأة لأربع لدينها ولحسبها ولجمالها ولنسبها فازفر بذات الدين تربت يدك علماء كلموا كتير جدا في تربت يدك ومن زمانه أنا بقول رأي والله أعلم وأرجو ألا أسم إن معنى تربت يدك اظفر بذات الدين اللي هي الروح وإلا تربت يدك خدت الجسد اللي هو التراب يبيضي الخضية إن الجسد ده تراب من تراب وإلى التراب أما الروح فده الموضوع المختلف هذا الجسد أيها الأخوة يجوع ويعطش ويتعب ويعرى يجوع فنأكل من التراب ويعطش فنشرب من التراب ويعرى فنلبس كل من التراب من نفس نوعية خلق الجسد كذلك الروح تجوع وتعطش وتتعب وتمل وتعرى فتحتاج إلى أن تأكل وتشرب شوف سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم لما كان بيواصل ما بيكلش ويشرب الأكل والطعم بتاع الجسد كان بيكل ويشرب الأكل التاني أبيته عند ربي يطعمني ويسقيني ما بيطعمه ويسقيه الأكل والشرب بتاع الجسد وإلا ما كانش بقى مواصل ولكن بيبيت عند ربه يطعمه ويسقيه طعام وسقيا الروح ذلك كثير من الناس اللي عنده إشكال زي ما قلتلكو المثال قبل كده إن تلاقي واحد يقول لك أنا مداي أرفان مهموم مخنوق يا ربش كله مريض موسلم يا رب ف يروح لدكتور يكشف يكشف على جسمه الضغط حلو والسكر حلو ولا مش عارف إيه كل الكشفات جميلة جدا صحته تمام طب محتاج فلوس لا لا بالعكس فلوس تمام تمام مالك مش عارف بالداي نخرج هنا نقول إن الروح هي اللي بتصرخ الروح بتقول جعانا وكلمي عشانا يسقيني روحه وزي ما الجسد لأنه من تراب بياكل من تراب فالروح لأنها من أمر ربي تاكل من اين من أمر ربي يبقى محتاجة أوامر ربنا في هذا الجانب فلذلك بنقول إن العبادة اللي هو توحيد الإلهية سمرته حب الله ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترطه عليه ده الحديث القدسي قال الله في الحديث القدسي سبحانه وتعالى ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترطه عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استزادني لأزيدنه هاي دي السعادة القصوى السعادة التامة في هذه الحياة الدنيا أن تعبد الله دي سمرة العبادة فيحبك ويقربك منه فتكون قرة العين بالله التوحيد الثالث توحيد الأسماء الصفة وإذا توحيد في غاية الأهمية يستغرق الحياة كلها ربنا جل جلاله قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة ربنا جعل لنفسه تسعة وتسعين اسما علمها من علمها وجهلها من جهلها واختلف الناس في عدد الأسماء وحصر الأسماء إحنا بنقول كل واحد له رزقه في حاله مع الله كل واحد له رزقه في حاله مع الله المواهب والأعطيات أبا الله أن تأتي إلا فجأة لكي لا يدعي العباد وجود الاستعداد رب سبحانه تعالى بيعطي عبده هبات وإكرامات ولطائف وعطايا ومنح وحوافز يعطي من يستحق ومن لا يستحق ويعطي من يشاء بغير حساب سبحانه وتعالى لا حرج على فضل الله هذه العطايا منها أن يعرف الله عبده أسماء يتعبد له بها مش أسماء مخترعة من الكتاب والسنة ربنا بيدل عليها بيعرفوا إياها بيوفقوا لاستخراجها من الكتاب والسنة من قال الله وقال رسول الله فالأسماء والصفات توقيفية لا يجوز أن احنا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه يبقى تستخرج الأسماء والصفات من القرآن ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم زي ما الأسماء مهمة جدا الصفات مهمة جدا وزي ما قلنا أن تسعة وتسعين اسم ليه عشان تلاقي في كل لحظة من لحظات حياتك اسم تتعبد للبي وانت مريض تلاقي اسم الله الشافي وانت ضعيف تلاقي اسم الله القوي المتين لما لما تكون انت فقير لا اسم الله الغني المغني لما تلاقي نفسك مظلوم الحكم العدل القادر القاهر القهر لما تلاقي نفسك مزنب الغفور الرحيم الودود التواب الكريم وهكذا كل الاسماء في كل لحظات حياتك اي وقت تحتاج تلاقي اسم من اسماء الله تتشبث به وتلهج به ذلك كان من دعاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ادعوك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا امين توحيد الاسماء وصفات بيفيدك ان انت حياتك دي مركزة جدا مع الاسماء وصفات انك انت دايما بتقول يا رب انت الشاف اشفيني يا رب انت الكريم اعطني يا رب انت الحكم العدل انتقم ممن ظلمني يا رب يا رب انت القوي المتين قوي في رضاك ضعفي الى اخره انك على طول متعلق باسم من اسماء الله فاسماء الله وصفاته هي حياتك هي حياتك اللي انت عايشها وعشان كده قلتلك كتير نصيحة لوجه الله انك لازم كل يوم يبقى فيه اية من القرآن انت عايش معها في حال انت عايش معها لو كيف حال قلبك مع الله هل قلبك رطب بذكر الله قلبك مخبت عايش حال السكينة عايش حال الطمأنينة عايش حال الرضا عايش حال الصبر كيف حالك يبقى انت عايش مع آية من كلام الله وعايش حال وعايش مع اسم من اسماء الله الحسنة اسم من اسماء الله الحسنة الاسم ده مسيطر على دماغك وعلى فكرك وعلى تعلقك عمل تنادي به وتنادي به وتسأل به يبقى ده شهود الحق توحيدا بعد الاستخزاء له تعظيما قلنا الاستخزاء انك تحس وانتوا بين ايدي ربنا بالخزي احنا بنقولها في الفلاحين كده انا خزيان اقب بين ايديك اللي هي زي ما قلنا المرة الفاتت وزودنا بقى الكلام ان ابن القيم قال الاستحزاء والحقيقة انها الاستخداء انك كان بعض السلف يقول ايه اللهم اني اعوذ بك من النار فان مثلي لا يجرؤ ان يسألك الجنة وان هيطلع واحد يقول يا اخي الرسول كان بيسأل الله الجنة وامرنا ان احنا يسأل الجنة يا عمي ارحمنا افهم الاول ان دي احوال ففي حال انسان في وهو مكسوف يقول انا انا مش قادر ارفع وجه الى السماء باي وجه انظر اليك مستحي منك وقت تاني اللهم اني اسألك الفردوس الاعلى من الجنة ادخل الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه اسألك لذة النظر الى وجه الكريم بكرة وعشية ده حال وده حال لا بقول انك طول الوقت كده ولا طول الوقت كده بيبقى دي احوالك مع رب الصحة تعالى ان سفيان السوري لما كان في السكرات فجلس بجواره اصحابه فقال له لست قد امنت مما تخاف واقبلت على من ترجوه فقال او تطمع لمثلي ان يدخل الجنة انا اشكالي كده يدخل الجنة قال ايوالله نعم بس هو دي ساعة ايه انه بيحس الانسان بالضعف والانكسار والخزي بين يدي الله ودي مطلوبة جدا فالله يحب انكسار عبده له ويحب زل عبده له ربنا بيحب كده بعد السلف يقول ايه اتيت كل الطرق والابواب الى الله فوجدت عليها ازدحاما فجئت باب الزل فلم اكد اجد عليه احدا سكة الزل دي وقلت لكم قبل كده احب احيانا كده امر بين الصفوف وبص في وجوه الاخوة وهم بيصلوا عشان الاقي واحد في وش زل لله كل واقف زي حاول انك انت تعيش حال الزل بين يدي الله العبادة كده غاية الحب مع غاية الزل ده الاستخذاء تعظيما التعظيم بأث وقلنا ان تتكامل عظمة الله في قلبك ان الانسان يعظم ربنا تعظيما وقلنا كلما زادت عظمة الله في قلبك كلما امتنعت عن الزنوب والمعاصي والغفلة سبب وقوعك في الزنوب والمعاصي والغفلة ضعف تعظيمك لله سبحانه وتعالى وهنا نلاقي بيقول ايه هذا المقام امتزج فيه الحب بالزل بالتعظيم مع القرب الله 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 هذا المقام امتزج فيه الحب بالزل بالتعظيم مع القرب يبقى الانسان حاسس بحب الله وزي ما قلتلكم خلي اللحظات دي اللي تقدر تقول فيها بحبك يا رب مش كل وقت ينفع وتقدر تقول بحبك احذر تقول بحبك ويأتيك الجواب كذا بعبدي لما تقول لربنا بحبك ما تقولهاش إلا من شغاف القلب في قلب بينجض بالحب هي دي ساعتها تقدر تقول لربنا بحبك يا رب يقول لك لبيك عمدي المقام ده بقى اللي هو الحب مع الزل مع التعظيم في حال القرب وهذا منتهى سفر الطالبين دي درجة بقى هو فوق 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 انك تحس بالحب ده وتعيش انك تحس بالحب ده و يملأ شغاف قلبك هي دي اللي اسمها حالة حالة شغف قالوا ايه وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا شغفها حبا انك تعيش حالة الشغف دي اللي هي ايه ان انا عمال اصلي وكل مسجود اكتر احس بحلوة السجود اكتر عمال فاتح المصحف وعمال اقرأ وكأني بنهل من 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 نهر عظيم من عسل مصفة من عمال اعرى بقرآن عمال اذكر وزي ما قلتلكم اللهج بالذكر الهتر بالذكر استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله مش بتاع هي دي الشغف في العبادة بالعبادة بأنواع العبادة بكل حالات العبادة هي دي القضية الكبيرة المهمة الخطيرة يكتمل الحب مع الزل مع التعظيم في حال القرب وفي هذا المقام حقيقة يغيب وينتهي من الوجود من لم يكن ينتهي من ينتهي من الوجود الشاخص المؤثر من لم يكن ينتهي من لم يكن قلت لكم بكذا الفرار ممن لم يكن إلى من لم يزل كان الله ولا شيء معه فهي ينتهي من الوجود قدامك من تشايف ولا عايش ولا تريد ولا تريد ينتهي إرادة وإيثارا ومحبة وتعظيما وخوفا ورجاء وتوكلا ينتهي ويبقى من لم يزل وصلت تاني تاني طب صلي زيد النبي صلاة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما لما الإنسان يوصل لمقام يمتزد فيه الحب مع الزل مع التعظيم في حال القرب حبه وزله وتعظيم وهو قريب في الوقت ده في اللحظة دي في الحال ده يبقى خلاص الناس دول كل من فوق التراب تراب يبقى مفيس وإنما مفيس إيه بقى خلي بالك عشان تبقى فاهم مفيس دول إرادة أريدهم مفيس دول إيثارا أوثرهم مفيس دول محبة مبحبش حد مفيس حد من دول تعظيما ولا خوفا ولا رجاءا ولا توكلا خلي بقى ده معنى مفيس يبقى هم مفيس إيه مفيس مبحبش حد مش متوكل على حد إلا الله خلاص كل دول انتهوا مش موجودين إيثارا بتلسه بتكلم في منزلة الرضا فبقول في الرضا لا يصح الرضا إلا إيثارا قصة بشير الطبري قلناها قريب إن كان له أربعمائة جاموس أربعمائة جاموس في مائة عبد يرعونها فأغار الروم يوما فأخذوا الجواميس أخذوا الربعمائة جاموس فأرسل إلي العبيد أبتي أفقرتنا وخيبتنا إيه اللي انت عملته ده الجواميس اتخذته كمان العبيد خلسكت يا أبني إن ربي أراد اختبار رضائي به فأحببت أن أزيده قال لك ربنا بيمتحني راضي ولا لا فأنا بقول له إيه ده أنا راضي قوي و ودول كمان عشانك هيا دي القضاية قلت لكم قبل كده زلت في معاعد السرطان ربنا يشف كل مريض مسلم يا رب ويعافي كل مفتلة مسلم يا حي يا قيوم رجل كبير في السن كده وكان مريض بسرطان وبقى زي الفرخ يعني الصغر كده وتضاقل خالص فبقول له عامل ايه راضي قال لي واكتر من كده راضي هو ده إيسار الله يبقى أنا مش هاوسيرك بوقتي أنا مش شايفك ما لكش وجود في حياتي أنا إيساري كل لله اللي بقولها لك دائما دائما أن يستغرق حب الله كل 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 طاقة قلبك على الحب فتنفد طاقة قلبك على الحب لا تستطيع أن تحب غيره أما تيجي تحب حد تاني ها تلاقي نفسك مش قادر أن يستنفد الخوف من الله كل طاقة قلبك على الخوف فمعرفش أخف من حد تاني أن تؤثر الله بكل شيء فمعرفش أوسر حد تاني أفهم المعنى ده تعيش مع الله أفهم الحل ده حين يمتزد الحب مع الزل مع التعظيم في حال القرب هنا ينتهي ويغيب من الوجود الشاخص المؤثر من لم يكن ينتهي إرادة وإيسارا ومحبة وتعظيما تلك تعظم ربنا بحيث بحيث لا ترى عظيما إلا الله نجل ما تقول الله أكبر إيديك ويا نازل كده تهد أي حد كبير فيش كبير إلا الله وخوفا ورجاءا وتوكلا ويبقى من لم يزل فيحصل لاستخزاء مقرونا بغاية الحب والتعظيم يبقى ساعتها أخزة وما يبقاش عندي إلا حب ربنا وتعظيم ربنا وهذا الغياب الكامل لكل الشواخص أوجبه الحب الكامل الممتزد بالتعظيم والإجلال والقرب ومحو ما سوى المحبوب من القلب بحيث لم يبقى في القلب إلا حب الله ولم يبقى في الغاية إلا مراد الله يبقى أنا مفضلش عندي ولا بوايا ولم عاية إلا حب ربنا وعايش على مراد ربنا مراد ربنا سبحانه وتعالى وهذا حقيقة الاعتصام بالله هو ده بقى إيه لا أتصام بالله اللي هو التركي عن كل ما وهو متخلص من كل تردد والحمد لله والله المستعان وهذا الأمر لا يدرك معناه إلا بوجوده وذوقه يعني لما أقولك امتزاج الحب بالزل بالتعظيم في مقام القر ده كلام مش هتعرفه ولا تفهمه إلا لما تحسه لما تدوقه لما تعيسه لكن طول ما انت بتقرأه وتسمعه كلام بس جاي وقلت لك مهما وصفت لك في حلاوة المنجاية معلش هم بيقولوا التفاح فخلينا في المنجا لوين دول ها حلاوة المنجو مهما وصفتلك قلتلك يا ابني مش عايزين نعمل دعاية بس منجاية العويس ريحتها وطعمها تختلف عن الحاجات التانية الفاص ماشي لما أقولك ده مهما شرحت لك مهما شرحت لك من غير ما تدوها عمرك ما تعرف هي ايه دي نفس الشيء بقى بالزبط ان الطعم القرب طعم التعظيم طعم الزل طعم الاستخذاء ده مش هتعرفه إلا لما تعمله ودوء تحسوا هذا الامر لا يدرك معناه إلا بوجوده وذوقه وإنما نحن فقط نعبر عنه بالعبارة النبوية بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن أراد فهم هذا فعليه فهم أسماء الله العظيم اللي عايز يفهم ده بقى يفهم أسماء الله الحسنة العظيم القريب الرقيب مع امتلاء القلب بالحب لهذا الرب ولهج الإنسان بذكره ومن ها هنا يفهم أن الذكر هو أفضل الأعمال ساعتها بقى هتفهم إيه أن ذكر الله هو أفضل الأعمال هتفهم أن الذكر هو أفضل الأعمال لما تحس لما تحس بالكلام لما تفهم معنى الذكر وانت بتذكر أسماء الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم أنت اللطيف القريب المجيب الرقيب أسألك أن تنزل سكينة على قلبي اللهم أنت العظيم القادر القاهر فوق عبادك الوهاب الجواد الكريم المهيمن أسألك أن تهيئ لي سعادة تقع في قلبي وفرحا بك ده مثلا 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 أكيد كل واحد ربنا هيفتح له هيبقى عنده حاجة تحلمين دي ابن القيم بيقول إيه قول تكلمت مع شيخ الإسلام مرة في تحصيل بعض الأعمال والأحوال فقال شيخ الإسلام تيمية أما أنا فطريقتي الفرح بالله قالوا هذا ما كنا نراه منه إنه دايما فرحان بربنا وإنني دي أعلى درجات الرضا الرضا عن الله والرضا لله والرضا بالله الرضا بالله دي أعلى درجة اللي أن يكون الله قرة عينك فلا تبالي بما أعطى أو منع لا تبالي بما منه بل أنت معه راضم به بالله ده معنى عالي عايز أكمله في المرة الجاية إن شاء الله في فاذكروني أذكركم إنك إزاي بقى تعيش الزكر إنك إنت ربنا زكرك فذكرك فذكرته فأسابك على الزكر ذكرا ثانيا أنا أحبكم في الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة